السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كما نقول دائما نتمنىكم تكونوا بخير وعلى خير بصحة جيدة معكم مطبخ أم لطفي وصفة جديدة وفيديو جديد اليوم ان شاء الله جيت نتقسم معكم واحدة كينقولوا مريقة بالملوخية كتجي الديدة وزوينة كينين بزافة لبنات اللي ما كيعرفوش كيفاشي طيبة والملوخية اليوم قلت نتقسم معكم طريقتي اللي كتجي زوينة والديدة وبسيطة جدا وفي ساعة توجد نشوف المقادر وطريقة التحضير في المقادر كمية الحم كل واحد على حسب المستطاع بصلة كبيرة وثلاثة دريسة بصلة مشلدة كما كتلاحظوا وعندنا الملوخية طبيعة الحال لانها هي الاساس في هاد الوصفة هنا غادي نأخذ اول حاجة عندي العطرية ديالي عندي الملحة عندي سكين جبير عندي خرق قومعود عندي البزار وعندي زويتة بلدية باش غادي نصب هاد الحماس ديالي اول حاجة كننصبوا الحماس ديالنا حتى يدخلهم بطياب مزيان عاد غادي ندوزو نصابوا الملوخية ديالنا في واحدة تنجرة الضغط كندير الحماس ديالي غندير عليهم الزويتة بلدية وغندير المليحة والعطرية ديالي كندير المليحة والبزار والخرق قومعود سكين جبير وغنزيدو ديال البصيلة ديالنا ودوك تويمات اما كندقوهم ولا كندقوهم تشعر الكوكوه تشعر الكوكوه و أثناء بوياق مرق بالماء نضيف المنديل نضيف المنديل نضيف المنديل نضيف المنديل عالي خاطر التعيش اضافة نضيف طريف نضيف طريف نضيف طريف الحامض كنت شاركتو معاكم عندي في القناة يبقى مدة طويلة نضيف طريف الحامض نضيف الطف النقر المريق نضيف الطعبة كبيدة الملوخيه مع الحماء كتجي لديه بزاف تستهل التجريبه كي نقول لكم دائما طايبه ندو ما كتشوفهم ندير فالفورشت كي كتبعني بوحديتها مع الكه وبصحة والراحة نقول لكم دائما الى فيديو قديم ان شاء الله اشتركوا في القناة